بسم الآب والابن والروح الكدس الإله لوحد أمين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح بعد ما فرشنا المزبح وتعلمنا إزاي أبونا بيحط كل اللفايف وكل الأواني على المزبح هنبدأ بقى نصلي الأداس أول خطوة في صلوات الأداس بنسميها طاقس رفع البخور اليوم الكنسي بيبدأ من الغروب لغروب اليوم التالي وعلشان كده لما بنصلي الأداس الصبح بنبدأ الصلاة بتاعته من الليلة السابقة فتلاقونا في المساء بنصلي الأجبية صلوات السواعي بحسب الطاقس وما هنيجي عندها هنشرحها بالتفصيل كمان بعد كده بنصلي تزبيحة عشية وبعدين رفع بخور عشية وبعدين صلاة نص الليل وبعدين تزبيحة نص الليل تاني يوم بقى الصبح بتاع الأداس بنصلي صلاة باكر وزوكسولوجية باكر ورفع بخور باكر بعد ما نكون لبسنا ملابس الخدمة وفرشنا المسبح ونبدأ في صلوات الأداس طاقس وترتيب صلوات رفع البخور عشية وباكر زي بعض بالزبط متطبقين باستثناء حكتين الحاجة الأولانية التوقيت العشية بنصليها بالليل وباكر بنصليه الصبح والحاجة التانية الأواشي اللي جوه هذه الصلوات أو الطلبات و لما ييجي برضو وقتها نشرح بنصلي ايه في عشية و بنصلي ايه في باكر ناخد بالنا ان في بعض الأحوال ممكن نصلي صلاة رفع البخور من غير ما نكمل بالأداس لكن في طاقس كنستنا ماينفعش اطلاقا ان احنا نصلي الأداس بدون صلاة رفع البخور على الاقل رفع بخور باكر لان احنا بنعتبر ان رفع البخور هو تمهيد او مقدمة للأداس لانه بيحتوي على مجموعة من الصلوات والتشكرات اللي بنقدمها لربنا ونطلبها منه في هذه الخدمة عملين نقول بخور بخور هو ايه هو البخور البخور هو مادة صمغية مركبة لو اتحرقت بتفوح منها ريحة طيبة اسمه بالعبري لبونا واسمه باليوناني لبوناس واسمه بالعربي لوبان تفتكروا المجوس لما راحوا للسيد المسيح في وقت الميلاد قدموله ذهب ولوبان ومر اللوبان اللي هو البخور تقديم البخور في صلوات وعبادات مختلفة شفناه من بداية الخليقة يعني شفنا صلوات وعبادات مختلفة بيقدموا بخور وكان ده شيء معروف عند الشعوب القديمة حتى المصريين الكداماء كانوا بيقدموه مع زبائحهم للأصنام وهكذا المؤابيين والكنعانيين وغيرهم لدرجة انه ربنا يقول في سفر ارمية اسحاح 48 وابطل من مؤاب يقول الرب من يصعد في مرتفعة ومن يبخر لآلهته ربنا بيقول اي حد بيبخر لآلهة وسنية انا ايه هبطله لكن في كنستنا تقديم البخور هو شيء واجب شيء ضروري البعض بينتقدونا على ان احنا بنقدم بخور في الكنيسة فده عمل وسني مانتوك زيكو زي الشعوب القديمة اللي كانوا بيقدموا بخور للأوساء لكن الحقيقة احنا في كنستنا الابطية بنقدم البخور مش عمل وسني ولكنه تسبحة ملائكية سمائية دائمة علمهنا وشفناها في سفر الرؤية اسحاح 8 لما بيقول كده وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من زهب شرية من زهب واعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعا على مسبح الزهب الذي امام العرش فاحنا بنقدم البخور في كنستنا زي الملائكة مش زي الوسانيين كنستنا بتقدم البخور اسناء العبادة وبتحرس على كده لانه البخور فيه قيمة عملية في الصلاة يعني دايما بنمتسل لأوامر الكتاب المقدس في تقديم البخور وده أمر صحيح صريح في الكتاب المقدس في سفر الخروج اسحاح 30 ربنا أمر موسى انه يقدم في العبادة اليومية بخور ريحته حلوة على المسبح مسبح خاص من زهب في خيمة الاجتماع فقال كده ربنا لموسى تصنع مسبحا لإيقاد البخور وتغشيه بذهب نقي تغطيه بذهب نقي يوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح وفي العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب فده أمر صحيح من ربنا في كتاب المقدس ان احنا مع الصلاوات بتاعتنا نقدم البخور ده مش بس كده ده كمان ربنا حدد لموسى النبي انواع البخور اللي يقدمها فقال له في نفس الاسحاح خروج 30 قال له خذ لك أعطارا ميعة وأصفارا وقنة عطرة ولبانا نقيا تكون أجزاء متساوية فتصنعها بخورا عطرا صنعة العطار مملحا نقيا مقدسا وتزحك منه ناعما وتجعل منه قدام الشهادة في خيمة الاجتماع حيث أجتمع بك كمان ربنا أمر انه البخور ده ما يتقدمش لحد تاني ما يتقدمش لآلهة أخرى ولا في مكان تاني خارج خيمة الاجتماع وقال لموسى كده كدس أقدس يكون عندكم والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لأنفسكم يكون عندك مقدسا للرب كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه ودي وصية احنا ملتسمين بها لحد دلوقتي البخور اللي بنقدمه في الكنيسة ما بينفعشها أبدا حد من الشعب ياخد منه ويحرقه في البيت عشان يشم رائحة عطرة فكان ترتيب ربنا لاستخدام البخور في العهد الأديم له مكانة كبيرة في العبادة التقصية كعمل روحي بيعبر عن روح الانسكاب وتقديم أفخر ما لدى الإنسان لربنا بسرور وشكر ورضا تقديمت البخور بترمز في حد ذاتها إلى الصلاة الشاكرة إن أنا بقف قدام ربنا أبقى أصليله وبشكره مع رفع البخور فتقديمت البخور هي رمز للصلاة الشاكرة ولما تحولت العبادة من العهد الأديم للعهد الجديد اللي احنا عايشين فيه فضل نفس المعنى ده بتاع تقديم البخور فضل موجود إنه تقديم البخور في الكنيسة هو علاقة أساسية أو عمل أساسي فيه العبادة وفيه العلاقة بين الإنسان وبين ربنا ورمز للصلاة الشاكرة في سفر ملاخي نلاقي نبوة عن تقديم البخور لربنا من الأمم اللي داخلين الإيمان الوسانيين اللي بقوا مسيحيين مع الزبائح ومع النظور فيقول لنا في ملاخي واحد حداشر كده لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخورا وتقديم طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود علشان كده ريحة البخور في الكنيسة دايما مقترنة بوجود ربنا ودايما بتوحي بأن احنا موجودين في حضرة ربنا جوة الكنيسة ولما بنشم ريحة البخور الحلوة دي تلاقوا النفس كده بتبتهج وتتهلل ونبقى الحواس كلها منشغلة فعشان كده تقديم البخور جوة كنيستنا له إيمة عملية بتدخلنا في موض الصلاة وبتحسسنا بوجود ربنا معانا جوة الكنيسة وكأن ريحة البخور الزكية دي هي رائحة الله نفسه زي ما بيقول لنا سفر النشيد مادام الملك في مجلسه أفاحة نارديني رائحته طول ما ربنا موجود بتبقى الريحة حوالينا حلوة فبنحس بوجود ربنا ولو كانت يعني العين الجسدية بتشوف البخور مجرد دخان بيختفي فيه الهوى لكن العين الروحية بتشوف البخور ده طالع لحد السماء لحد عرش الله محمل بصلوات القديسين بترفعه الملائكة بتهليل وتسبيح زي ما بيقول لنا كده سفر الرؤية تمانية صعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله طيب يا ترى ايه أنواع البخور في كنستنا الإبطية وازاي بنقدم بخور في القدس بتاعنا خلينا نتكلم عن الموضوع ده بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعننا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين